اشتركوا في القناة 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 بس اشتركوا في القناة 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 من مثلا هما جابوا الجون الاول من بعدها احنا راجبين الموتش التسعين دقيقة احنا الافضل في الموتش التسعين دقيقة يعني كان البطولة كانت قريبة مننا جدا حسيتها مكورة حسين الشحات دوعت اللي احنا هناخد البطولة يعني عقومة كورة حسين الشحات دي جات فقط احنا هناخد البطولة ده كان احساس جوة اه طبعا بس عادي الحمد لله متأثر او من اكيد طبعا كل ما افتكرة هزعل وكل ما اشوفها على الموبايل بتاعها زعل بتزعل كم من الكوميكس اللي بيحصل من الانديويوات لأ انا مثلا لو شفت اي صورة بازعل انا لحد دلوقتي بشوف كورة زيزو لحد دلوقتي اللي جات فالعرضة مستحيل ترجع تاني مستحيل مثلا هو تيجي في العرضة وترجع ترجع اللي ملعب تقني انا تيجي في العرضة او تيجي في العرضة وتخش جوه مستحيل ترجع راجع اللي رجعتها بس كان نفسك تبقى جون? اه طبعا. مصف لي بقى جون افشا القاضي. الجون افشا جيفت ديئة بخمسة وتمانين او ستة وتمانين. خمسة وتمانين. احتفلوا الحد ديئة تسعين مسلا. مم. بيحتفلوا الحد ديئة تسعين. ديئة تسعين والله. هو اول ما الجون جي يعني انا ما مش بفكر في حاجة الا في الجمهور وفي الماضي اللي هيديها واحنا كان يعني حلمنا البطولة. حلم اي حد كان البطولة. وقايف على جمهور الزمالك اللي موجود. يعني زعلان على جمهور الزمالك اللي موجود. يعني احنا بعد ما اسلا بعد ما جبنا الكرة ورجعنا. انا كنت واسق ماء في الماء اللي احنا هنجيب جون التعاجل. عشان احنا تعبنا في البطولة. تعبنا في البطولة جدا. طيب انت بقى ساعتها في الملعب سمع صوت الجماهير. كنت طبعا على الخط فقريب شوية من المدرجات. فانت حاسس ان الجماهير زعلانة. خلاص المطش بيديع في وقت صعب المطش. توقيت الجون نفسه صعب. صعب اللي انت ترجع تاني. خلاص انت هنا. انت بتقول لي احساسي ان انا كنت عارف ان احنا ممكن نرجع ونجيب جون التعاجل. ما هيقستش خالص لما شفت العلوحة الوقت كم. بصيت عاللوحة. وشفت الديها كم. بس قلت هنرجع وهنجيب جون كمان. ونتعادل. بس عارف ما حصلش نصيب يعني. بعد المباراة شفت انا نظرات. لعبة نادي الزمالك وابتبص على الكاس. زي ما يقول ان انت قبل المطش انت نازل مفيش بديل عن الفوس. مفيش احنا عاصل ان احنا احنا نازلين. مفيش ما فيش اي حاجة اللي احنا نكسب. مفيش اي حاجة اللي احنا نكسب. بنزلين نكسبه بس. من كلامك اقول لك ان انت قبل المباراة وتمركز تركيز كبير. خاصة ان انت مش اقول لك انت بصيت على الكلام اللي كتب عنك عالسسوشال ميديا. او الكلام ان الناس تقول لسه نشق صغير المباراة كبيرة عالية الكلام دا. مبصيتش على حاجة بدي خالص. العشان ما فيش معلوم سغير وكبير. انت لعبته خلاص لعبته. يعني انت لعبته character صعبة. مفيش بقى فكرة انت خلاص انت لعبت ما تشاصع مفيش فكرة صغير وانت وكبيل انت لعبت خلاص تحطيت في الموكف ده ما ينفعش تخاف انت خلاص تحطيت في الموكف اللي انت هتلعب الماتش هتنزل خايف هتبقى وحش يعني لو نزلت خايف اصلا من الماتش هبقى وحش اقول لأ ما انا هكون عند سيكا في نفسي اللي انت نلعب ومش هكون خايف هبقى كويس اخد من كلامك ان انت لسه لغاية دلوقتي لما بتشوف فيديو او بتشوف صورة من المباراة دي بتتدايق جدا اه طبعا بتعملت مع المواقف دي بعد كده ازاي وانا اتعملت اللي انا مثلا خلاص يعني افريقيا الجاية اولي بعدها فانا هوصل تادي وهاخده بطولة تاني لسه بدري لسه يعني كل سنة كده كده ان شاء الله هاجي السنة دي السنة اللي جاية اخدها ولما اخدها هكون بديها الجمهوري الزمالك قبل ما امدها النفسي عشان الجمهوري الزمالك فيديو معانا لحد انه اقول حد اخد ديقة في المطشو اديتك حافز جيد شايف ان انت بالاخص انت ومحمود علاء شلته اه جزء كبير جدا من الهجوم او من الحاجات اللي كانت بتنزل على التواصل الاجتماعي اللي كانت بتدايقه ولا انت كنتش بيبصوا على الحاجات دي خلص هو مطشو عدة بس احنا زعلنين زم هم زعلين واحنا زعلين عليهم اكتر واحنا كان نفسنا في البطولة جميل بعد المباردة ما كانت بتشوفك كانت بتقولك ايه بالنسبة لحما ديت انا والله الناس كلها بتقابلني كويس وانت عملت عليك في المطش وانت وانت يعني كانت انت كويس في المطش ما كنتش وحش ما اثرتش في حاجة وكل ده يعني ما كانش في حد بيدي تعليق وحش او اي حاجة ده بالنسبة لك كانش ايجابي وبيديك حافز كمان للفترة انا ان شاء الله السنة اللي جاية السنة اللي جاية اكون اعمل حاجة في المطولة دي اكتر عشان اخدها للجمهور مش اكتر شكبالا بقى شفته بيرقص الاول والتاني والتالت وبيحط الكرة بطريقة عالمية وصف الجن ده انه عالمي كنت اول واحد بتجري عليه في مطش النهاء القرن شفت الجن ده ازاي بقى وانت جوا الملعب هي دي يعني وشكبالا بيخش الجمه دي حارقتها على طول حتى في التمرين حتى بيشتغلها لها كتير هو هو داخل جوا والعدة التاني وبيشوتها وهي رايحة انا شايفها جوا يعني انا كنت وراه اصلا يعني انا مجريتش عادي من وراه لانا شوف ليته بيعدي سبته وقفته وراه وسبته عادي هو دي حارقته على طول حتى بيعديها في السنة اللي بعدها تقدمها الدوري وفي الدوري وسنة بعدها كان عمل نفس الجون هو يعني في مطشات كتير بيعمل هي هي الحارقة بيعدي لجوا وبيشوت وحتى لو لو اتنين تلاتة عارفين اللي هو يعمل كده بيعملها وبيعدي وبيجيبها يعني مش اه مش اهو مرة يعملها ان الجون ده يعني احد من حاجات اللي اديت نسيكها في الملعب اكتر الجون بتاع عكبت الشيكبال اللي هو جاء على طول بعدها ادى نسيكها اكتر اللي احنا هنكسب وناخد البطولة باكتر عايز اتكلم معك بعد ان مات الشيكبالة بشكل شخصي كل كان عارف انه كان نفسه ياخد البطولة دي اه يعني اولا كان الشيكبالة كان زعلان جدا اولا كان نفسه ياخد البطولة دي كان زعلان جدا جدا وعاماتا اللعبة كلها مش مش كابتان الشيكبالة بس اللعبة كلها كان زعلانة جدا وكان نفسها تاخد البطولة في سواقق قدامهم ان شاء الله هياخده البطولة تاني ان شاء الله هياخدوه على وجه زمالك التيمي اللي موجود دلوقتي قادر اللي هو ياخد البطولة كذا مرة مش مرة واحد دا الهدف الأساسي أعتى من Nein تحقيق بطولة أفريقيا بعد غياب سنوات باسره و Erfahrمد و أن شاء الله التيمي اللي موجود في الزمالك اقدر اللي ياخد البطولة دي كذا مرة و لا بعد مش مرة واحد أحمد ليه انتو كافرت زمالك ده ما بيتصدر ان في مشاكل موجودة في قد اللبس في مشاكل بين اللعيبة ما نعرف انك بتابع ما فيش مشاكل خالص بيتبقى في قد اللبس او مع اللعيبة او شكل عام في النادي ما بيكونش في مشاكل بيننا وبين بعض او اي حد ما بيكونش في مشاكل خالص ليه ده بيتصدر دايما عادي ممكن بينزل ده في مشاكل واصلا يعني احنا كالعيبة بنستغرب اللي فيها حد من الاعلام بيطلع في قولك في مشاكل في نادي الزمالك لكن احنا ما بيكونش في أصلا مشاكل خالص شاف ان الاعلام ضد الزمالك؟ مش هاجف حتة الاعلام ضد الزمالك او الاعلام ضد اي حد لا مليش دعو بالحوار ده خالص احنا كالعيبة ما فيش لكننا يكون الطعم ل … المشكلة في الفريق تبنى الإعقادة أنه ينزل لهذا الى مشكلة و لا يعiser지 عن تريدك احنا لما بنشوف مثلاً انا بفتح بنشوف بيكون مستغرب المسلاً في حد منزل اللي في مشكلة في زمالك وإحنا مثلاً بيكون لسه خلاص ده بمماشيين لسه وحصل ما بيكونش فيه أصلاً الكلام ده الكلام ده بيأثر عليكو كفرقة ما ببصلوش خالص لأ خلاص ببصلو ليه أصلاً ده ما بيحصلش ليه هنبصلو ما بيكونش في دماغنا الكلام ده خالص يعني خلمني بقى عن بطولة الدورة اللي كبتها مع الزمالك قبل وتطلع للإسماعيلي أعتقد أن دي بطولة الأغلى لحمد عيد اللي أنا كنت أخد قبلها بكاس السوبر السوبر والسوبر الأفريقي خدتوا نس كانت لما أخد بطولة يعني بطولة الدوري دي كانت حاجة بالنسبة لي كبير قوي اللي أنا أخدها مع الزمالك كانت حلم يعني اللي أنا أخد البطولة من وشاركت فيها وليس صغير وخدتها كانت حاجة حاجة حلولية زالت من الأحداث اللي حصيت أثناء التتويق في مهورات البنك الأهلي طبعا يعني أنا كان وإحنا الداخليين أنا كنت بره في بره المطشي ده أصلا لوحت هناك لوحت يعني كنت بتفرج عن مطشعة موبايل أصلا لوحت هناك أنا داخل أصلا ما كنتش عادي أخش أنا أنا وكازا العيب تاني ما كنتش عادي أخش كمين معاك من العيبة؟ كنت أنا وروقة كانت سعيدة حصام أشرف وسيبك عفا أه ما كنتش عادي أخش أصلا ولما دخلنا جوا أنا ما كنتش عادي أخش ملعبش ناخد المدية بتاعتي أصلا أو الاحتفال أو الكاس عادي أخش عادي أخش عادي أخش كمين هين الناس تخش مم ونزلت أرض الملعب أو نزلت أرض وشفت الأحداث اللي حاصلت مبيتش كبالة واحد مجمي جاهد وكنا شايفينها قريب كان أصلا كان شكبالة كان جايلنا عشان يدخلنا الملعب يعني شكبالة كان أصلا طالع كان في ناس كان كان نحن داخلنا ورا باب وكان المفروض دخلنا هو الملعب كان طالعش غاوه أو كانش طالعش عشان يعمل مشكلة بتاعه أو كان طالعش دخلنا الملعب جوب وزوجات اللاعبين اه ودخلنا وقد اخلنا سعياته دخلنا وهو دخل الأوداء ما تلعش متلعش هلا متأخر خالص تلعش يحتفل بالدرع أو معاكم هو متلعش هلا متأخر ديه عشان اللي حصل هو بقى متلعش هلا هلا متأخر أصلا بعد ما خلصنا مسلا احتفال محدش فيك العيبة فكر يخش يجيبه من جوبة من قط اللبس ما كان فيه العيبة دخل تقريب انت مارداش يجب ما عارفش بصراحة إيه اللي حصل بس يعني ما كنتش مركز قوي أنا عرفت أصلا بعد ما روحنا اللي هو غتلعم يتأخر عايز أتكلم معك بقى عن المباراة تانية استكمالها للأزمات هو ملف الأزمات مباراة الناشئين ما بينكم ما بين الأهل مين خد الدور هو المفروض كنا احنا يعني المفروض أصلا بتكون نحن جيب بعد الناطش قال لك لا ده بالمواجهات المباشرة المفروض الأول بالأهداف ايه كانت المفروض بالأهداف أصلا وإحنا عارفين من قبل ما ننزل اللي هي بالأهداف اتبلغتم من الاتحاد اللي هي بالأهداف ايه احنا أصلا لكل الناس عارفة اللي هي بالأهداف حتى المدربين اللي كانت معنا كانوا بالأهداف بالأهداف خلاص اتخذتوا البطولة حتى بعد الناطش احنا احتفلنا والأهل احتفل والاهل احتفل. انا كان نفسي مستغرب. واحنا مستغربين. انا مكنت مستغرب خالص اللي مثلا ازاينا بحتفل وهم بيحتفلوا. اصلا والمفروض احنا احنا خدنا البطولة. طب هم بيقولوا احنا المفروض اللي خدنا البطولة. بس انا عايز اعرف ازاي. يعني انا كان احمد ما عرفش ازاي. اللي هم خدوا خدوا البطولة ازاي دي مش عارف بصراحة. عزت بقى ساعتها خلاص احنا احنا هنكمل احتفالات زي ما. انا كان احمد عارف ان اخدت البطولة خلاص. من قبل المباراة. من قبل ما تبدأ انت عارف ان انت واحد البطول. ثم هم بقى احتفل وما احترفوه. احتفل او مش احتفل. انه مش بتاعتي. انا خلاص ما ماتش خالص انا اخده البطولة خلاص. ما ليش دعوه. اللي يحصل بعد كده مش مش كستي. ايه اللي حصل فى قدت اللبسي بعد كده? انا والله يعني دخلت قدت اللبسي متأخر. عشان انا صحابي كلهم بطول الاهلي وكده. انا كنت واعف مع خلاص ماتش وخلاص احتفاله وكده. كان قدتنا جنب الله. قدتنا يعني بيننا وبينهم مش مسافة كبيرة. او كنت واعف معهم كلهم برا. يعني انا كنت واعف مع ابطول الاهلي برا اصلا. دخلت بعد كده احتفلت احتفال عادي اللي انا بشجع الجمهور الزمالك او كده او بشجع النادي بتاعي. ده كل اللي حصل. دون اتجاوز. لأ عمري انا مع عمري متجاوز. يعني مسلا عمري ما اشتم اه الاهلي او جمهوري الاهلي. اولا لو كده باشتم مسلا الاهلي. انا باشتم في صحابي اللي جوا. وانا مستحيلة بجا اشتم في صحابي. انا هو بنبقى في منتخب واحد. يعني انا وصاحبي ده بنكون في المتخب مع بعض. انا هشتمه وده مستحيل. الفيديو اللي تدع ان كان فيه تجاوز ساعته. لا انا. ما بين بعض لعابي الزمالك. وظهر بالتحديد امام عشور. وانت ظهرت في السيار بس انت ظاهر في الفيديو. وبعد كده صدر. انا بصراحة انا يعني انا ما شفتش امام بيشتم. ده اول حاجة. ما شفتش الفيديوهات انا معايا الفيديوهات لنفسي. وانا مشجع لجمهور الزمالك او او للنادي بتاعي. لكن انا مش هتمتش حد. يعني اكا احمد مش هتمش حد. ومعنى الاصح انا ما كنتش جوا. والعابة بتشتم. ما سمعتش ان فيه حد بتجاوز. لا انا كاحمد ما سمعتش انا كنت واقف ببرا. لما دخلت. لما كنا منشجع كنا منشجع النادي. او جمهور الزمالك ما كناش بنشتن في حد. حتى كاحمد انا ما عافض انا كم عافض اوهاد. اللي انا ما شتمتش حد. طب ليه ما ثبتش ده بعد كده توقفت. هو انا توقفت. كان مباراة اما مباراة. انا كنت واقف تمانية. كانت شايف ان القرار ده راضع بالنسبة لك. ظلم. ظلم بالنسبة لي انا مش شتمتش. ومستحيل اشتم جمهور الزمالي اجمهور الاهلي او. او اي فريق اخر. او اي اي حد عمتن. عملي عشان ده كلهم بيبقوا عمتن صحابي. يبكونهم بيعايف منتخب واحد. مستحيلة يكونش هاتف. طب ليه ما قدمتش تظلم مرفق بالفيديوهات اللي معاك ان ان انت ما عملتش حاجة. هو انا قدمت. احنا واناك احمد قدمت. ابعادت الفيديوهات وقدمتها. قال لك لأ ما انت كنت في الصور. طب وكيف في الصور وانا معاين في الديوهات اللي اما بشتمشى. حتى الناس كلها اتكلمت. من غير ما تعرف. الناس كلها تكلمت قالت احمد عيد وامام عشور شتموا. احمد عيد وامام عشور خلى اللي عيبة تشتم اه. الاهلي ورموز الاهلي. وانا مستحيل اشتم ده. او احنا مستحيل مسلا نقول اللي عيبة اروح اشتموا اه. الجمهور ده او ده عشان كسبنا. لا. مستحيل اعملها. انا مستحيل. مسؤولين في الزمان دي ساعت اتكلموا معاكو قالوا الاخوة. بعد الواقع دي. بعد الواقع دي. احنا اتجازينا ودفعنا غرامة. دفعت غرامة. اتجازيت اه. اه دفعنا غرامة ودفعنا غرامة. بس اه. ساعتها ما. مقولتش للنادي انا مظلوم بعيدا عن الناحية بقى من اتحاد الكورة. انا بعيدا. لا لا. بعدت له. بعدت الفيديوهات للناس. وكل ده. والناس اصلا يعني مقتلعا لنا. مشتحيل نشتم او حاجة. انا دي فرض عليك غرامة كام ساعتها. والله مش فاكر كام عشان ده. الكلام ده كان بقاله سنتين مسلا. انا مش فاكر ساعتها كان كام. بس كحمد انا مش تمتش ولا ولا حاجة. مش عمري مستحيل ان انا اشتم جمهوري الاهلي او او لعابة الاهل. مستحيل. ذكرتك عامل ايه? اهو. كويسة. كويسة. خلصنا الجزء الصعب ونروح بقى للجزء الايه? السهل شوية. نعرف بقى زاكرتك كويسة ولا لأ? مش قوي يعني. مش مش. خلصنا الفقرة الاولى مع الكابتين احمد عيد ونروح للفقرة التانية ونشوف زاكرته عامل ايه? جهزت الزاكرة? ماشي. اول مباراة رسمية لك مع الزمالك كانت قدام مين? رسمية دخلت الدكتور وقعد عالدكة ومشارت شاركت. قعد عالدكة ولا شاركت? لا قعد عالدكة. انت محطوط ضمن التمنتاشر. كانت قدام مين? طلع الجيش. صح الماتش خلص كان? خلص تلاتة واحد تقريبا. لا. او تلاتة واحد? تلاتة اتنين. تلاتة اتنين. طيب مين جاب يجوان الجيش? محمد شحاتة. مش انت صاحبي? لا غالب. محمد شحاتة? والله محمد شحاتة. ناصر منسي. محمد شحاتة. ناصر منسي. ومحمد. لاشين واحمد سامي. لأ او محمد شحاتة جاب يجوان في الماتش ده. لابه انت مش فاكر. طيب الاولاني كريم بامبو. محمد مش فاكر. والتاني. مش فاكر. يعني انت فاكر اللي جابه اللي جوان في آآ من الجيش ومش فاكر بتاع الزمالك? لا مش فاكر بجد ساعتها. طيب كريم بامبو مصطفى محمد. محمد. ايه. اول بقى مباراة شاركت بيها. جاءت قدام مين? قدام آآ اسوان. خلصت كان? خلصت اتنين سفر. الزمالك. مسم الفين وتسعتاشر الفين وعشرين. شاركت في كم مباراة مع الزمالك? لا ما معرفش. اول موسم. اول موسم مش عارف بس كتير. يعني مسلا. سبعتاشر ستاشر طمانتاشر. سبعتاشر طمانتاشر? ستاشر. لا ستاشر. وله. كم? طمانتاشر. طمانتاشر. عندك كام الف فولوارز عن استجرام? شوية. او مية وحاجة بس مش شوية. مية? لا مش فاكر كام بصراحة بس مش عارف كام مية الف مش عارف. ميتين? ميتين. ميتين وكمبة? ميتين واربعة عشر. طم صح انت فاكر اوه. ميتين واربعة عشر. اخر سورة ليك من الزلع عن استجرام. كنت بتاريخ كام? نا. انا ممكن اعلم لك السورة لكن ما معرفش بتاريخ كام. اي السورة كانت ايه? السورة كانت ايه? بسورة ايه قديدة. كنت راح ماتش ايه ايه. كنت راحها عبا تبدي سموحة في معل اسماعيل. معل اسماعيل. في السكندرية. افتكر باب تاريخ كام. اوه مش فاكر. ستاشر يناير. مش هفتكر. صناعت هدف للزمال كام حرس الحدود. مهرس الحدود. مين اللي جاب الجون? مصطفى محمد. ديها كان? كانت في الشوت التاني. ديها كان با. كانت داكة مش عباسها كانت في الشوت التاني. طب الماتش ده خلس كان. اه! لكن اه مصطفى محمد جاب جون. ونش جاب جون. مصطفى محمد والوينش. كان ومصطفى حمد والوينش اللي انا فاكروا من دي جاب جون. والحرس جاب جون اه؟ والحرس جاب جون اه. اتنين وyan? اه? ي bargaining في عابعة وستين. اه والحرس اللي جاب جون الاول تقريبا. بس ادك سوات ما انا عارف ان انت عمرك ما تنسان. للقاضية ممكن. كانت في دقيقة خمسة وتمانين او ستة وتمانين. خمسة وتمانين. بكر الساني. نا. تزعل او. ما هو عادي ده ماتش. بس انا بزعل انا مهدش بطولة بس ده عادي ده ماتش يا. اما ذاكرتك كويسة تدي نفسك كم من عشر? انا? كحمن? عادي يعني. عشرة من عشر. عشرة تلاتة من عشر. عامل ايه في المانتومان? يعني محد بلعب عليك مانتومان بتعمل ايه فيه? بيعدي منك بسهولة ولا بتنقصه? نا. ما بعدش منه بسهولة. بتعرف ترقصه وتجيب فيه كبا لي وكبا? عادي انا. نروح لفاكرة المانتومان مع الكبتين احمد عيد. ونشوف بقى يعمل معنا ايه وهنعمل مع ايه? هيرقصنا ولا احنا اللي هنرقصه? ماشي. تشميسة رضا عبدالعال احمد عيد اه لو خد فرصة يبقى حسن من من حمد النقاز وحازم امام. طبعا اه كابتن حازم امام لعيب كبير. وكابتن الحمد النقاز لعيب كبير. يعني لأ الشرف اللي انا بتقانم بين حمد النقاز وكابتن حازم امام. بس انا بشكر كابتن رضا عبدالعال على دعم ولاي اه واقف في ظهري او قال عليا كده. شهادة كبيرة من باللعاب كبير يعني زي كابتن ند عضل عائل. كوبري. موقف حصل بينك وبالمام عشور كومدي. كنت انا وهو كان في الاوضة يعني في النادي. وعندنا جوه زي محورة مياسعة ومياسوخنة وكده. جينا كان فيه عامل يعني سعبي. بنحب ويعني بنحب نهزر معاه. واخدناه شننا وهو ورميناه في في الماء السعي. باكورد انت بتكلم بنات على الانستجرام افتح دراج تمسيج بتاعك. طيب اكيد لا. ما كلمش باكلمش بنات اصلا. واني بس كده عشان اوري الناس شو اللي انت بتجرب. انا كلمش بنات خلصة. اخر ما لست جيليك بينك وبين امام عشور اتضاعك اللي انت بتجرب. حسنق على الانستجرام. نحب أكيد من انت بتجرب. احب. اسطوري بين وبينا نحب. اسطوري بين امام عشور. نوري الناس اللي ستوري ستوري بني و بني ايش اغني اغنية بصوتك ايش اغني اغنية لزمانك الثلتة يمين ايش الثلتة يمين فاكر انا اول مرة جيت هكت من سنين ايه في المنطو من رقصناك ولا انت اللي رقصتنا انا برقص احد طبعا هتكسب اكيد 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 اكس 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 انا لو لعبتها هنا هي قفلة ولو لعيت هنا انت اكسر اخليك تكسب انا كيف كنت هكسب يعني لو لعيتنا مئة مرة هكسب عادي ليه تم ما اتعدلنا يعني انت مش تكسب يعني انت راضي بالتعدل مش راضي بس انا عادي لو اتعدلنا اقولك السؤال اللي انا عايز اقولي لا لا اما عادل تقول ليه اخليك تكسب عشان تضيف لها مالش فيه مش بتاعدي بتقوح طيب دي مش بتاعتي طب خلاص خليك تكسب عشان تضيف ماشا عادي بس انت كسبتش مهارة لا كسبته مهارة الصبور هي قدامي طب خلاص اكسب عشان تضيف مالش الصبور هي قدامي اكسب اكسب طيب تعالوا بقى نسأل الكابتين احمد عيد السؤال اللي احنا عايزين نسأله ممكن تنولني السورة هو انا اخسر واجه يعني انا اكسب واغتل رح لينا بقى الصورة دي جون عاموا الصلاية ده كنت انا المفروض يعني بتبعسكم بان ساعتها كان ياسر ابراهيم عمل قبل ما اروح للصلاية والصلاية ساعتها جابت انا خليتك تكسب برضو لا اي الصبور ايه والناس ايه بس كلهم اتسجل ليش بتاعتي مش بتاعتي انا كسدت ليش بتاعتي طب بتعرف ناطة بكورة التنس ولا بكورة كبيرة بس لا عادي بتعرف اه نجرب طب نروح لفاكر بكورة التنس مع الكافة ان احمد عيد ونشوف اعرف ايه ناطة ولا لا احمد انا طبعا كنت مبسوط ان انت موجود معانا هنا النهاردة في اللا كورة شرفتنا ونورتنا تلعب كبير والناس مستنية منك لسه حاجات تانية كتير ان شاء الله الفترة اللي جاية جيد وانا مبسوط ان انا كنت معاكم بسوط ان انا كنت معاكم النهاردة ان شاء الله بقى وعد الناس اللي انا كن حزن صن الناس يعني فيه كده خلصت حلقاتنا النهاردة مع الكابتن احمد عيد لعب نادي الزمالك وانتظرونا في حلقات قادمة